ازاي تضعفي الكمية وتعملي كيلو كفتة من نص كيلو لحمة بس هو ده اللي انا هقولهولك الفيديو ده بس مبدئيا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا ندخل على المقادير على طول اول حاجة كده معي نص كيلو من اللحمة المفرومة ولو فيها دهون عادي جدا الدهون دي بتخلي الكفتة بتاعتي طرية وحلوة طيب ومعايا بصلايا تكون حجمها وسط وتكون مفروم ناعم جدا او عملها بمبشرة والمكون بقى اللي هيضعف للكمية هو البرغل دي كوبية برغل واحدة يعني مسلا تقدري تقولي كده بوزن متين جرام او ربع كيلو يعني ما تزوديش عن كده ومعايا كمان التواب الملح وفلفل وبهارات وجزط طيب وشوية بابريكة مدخنة وكمان معايا معلقة اساسية مهمة جدا علشان الكفتة بتاعتي تبقى هشة كده من جوة وتبقى متماسكة معايا معلقة كربوناتو تمام كده يبقى سريعا كده هعيدلك تاني على المكونات بس ما ننساش نحط كمان طبعا آآ شوية بقدوني الصغيرين جدا ما تزوديش عشان برضو ما تبقاش زيادة يبقى معايا نص كيلو لحمة مفرومة ربع كيلو برغل معايا بصلايا مفرومة ناعم جدا وشوية بقدونيس ومعايا ملح وفلفل وبابريكة مدخنة وشوية كده جسد الطيب صغيرين جدا ومعايا معلقة كربوناتو هي دي المقادير اللي انا هشتغل بها طيب انا دلوقتي لو انت ما عندكيش مسلا كبة انا ما حبيتش اعملها في الكبة لان انا بحب الفرم بتاع الكفتة يكون خشن انت حبيها فرم ناعم ممكن تخديها لفها كده في الكبة شرطة اساسي قبل ما اشتغل فيها تسيبيها ساعة واحدة بس تتشمع او تتماسك كده جنس مع بعض حطيها في التلاجة لمدة ساعة قبل ما تشتغل فيها المهم انا هنا العجنة دي انا عاملها بايدي ما حطتاش في كبة ولا حاجة لأ عملتها بايدي ولغاية ما وصلت للمرحلة دي اللي هي ايه المرحلة دي انك يعني ما تفصلش كده بين البرغل واللحمة هتحس ان هما اتجنسوا مع بعض ولما بتيجي تشكليها بايديك كده ما بتتفرولش وما بتفكش وفي نفس الوقت كمان مش نعمة سايبة لأ مسكة نفسها طيب هتجيبي بقى حاجة كده تصبايا عليها اي حاجة مدورة انا جبت ايد معلقة خشب وابتديت اصبع عليها كده ده انت ايدي زيت واعملي بقى زي ما انا بعمل كده واعملي بقى الصوابع حابة تعمليها صوابع صغيرة صوابع كبيرة حابة تشكليها اي حاجة بس انا حبيت اعملها اقرب شكل الكفتة الحاديب بالمنظر اللي انتم شايفينه ده وبعد كده بتخرجيها وبترسيها على صانية تكون مدهونة بارده بشوية زيت صغيرين بعد كده هتكوني طبعا مسخنة الفرن بتاعك كويس وحتها في الفرن تاخد كده تشميعة وخمس دقايق كده تقومي مزوديها ربع كوباية مية بس وبعد كده سيبيها بقى تكمل حياتها كده في الفرن واسيبيها تستوي على مهلها جهزت الصانية اللي هتطلع عليها الكفتة بقدونس بصل فلفل تمطمية صغيرة خالص وملح وفلفل وفرشتها كده عملتها فرشا كانت الكفتة بتاعتي انا خدت نص ساعة بالزبط في الفرن وطلعت طبعا عايز اقول لكم بصوا طلعة مشاء الله مستوية متمسكة يعني ما تفرقهاش حاجة عن كفتة الحاتي بس انا قسها حاجة واحدة بس هقولك عليها دلوقتي ايه هي بصوا من جوة هي هشة ازاي ومتمسكة وطبعا عايز اقول لكم ان هي آآ مش مكتومة البرغل انت مش حاسة بتعمه خالص لا بالعكس انت حاسة بلحمة صافية وكمان تعمها حلوة جدا وتوابلها كده مظبوطة هبتدي رس الكفتة بتاعتي على الفرشة اللي انا عمليها دي وطبعا كده كنت محمرة معها بطاطس هحطها برضو معها بشكل حلو بس انا عايزكي بقى انت تعمل الكمية لانا بقول لك عليها دي وتشوفيها على الميزان صدقيني نص كيلو اللحمة هيطلع لك كيلو بالزبط من الكفتة حتى ما شاء الله انتم تشوفوا العدد كده يعني هتحسوا ندمش نص كيلو لحمة خالص اللي يعمل الكمية دي جربيها وقوليلي بقى في الكومنتات لو عجبتك وفعلا لقيت الكمية ضعفت ولا لأ انا بالنسبالي هنا رستها خلاص كده وهحط عليها البطاطس وزي ما قلت لكم في حاجة واحدة بس اللي نقصها علشان تحس ان هي فعلا زي طعم كفتة الحاتي نقيصها ريحة التدخين او ريحة الفحم اللي بيشوفها عليه وده طبعا انا هعمله بالفحمية الصغيرة اللي انا حطها دي فينجان كده وشوية زيت صغيرين خالص واي حاجة بقى غطيها بفويل بصنية اي حاجة وسيبيها بس يعني قبل التقديم بسبع تمن دقايق كده وابدأي بقى ايه شيلي الغطى من عليها وشمي بقى ريحتها هتلاقيها اكنك بجد عملها على فحم حلوة جدا جربيها بالطريقة دي ان شاء الله كده انا متأكدة انها هتعجبك لو عجبتك الوصفة ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد هشوفك بقى على الف خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته